عندما يحاضر السارق بالأمانة والفاسد بالنزاهة تصبح تلك المصطلحات جوفاء بلا معنى ينبذها الشعب وتتشكل عنده ردة فعل سلبية تجاهها فكيف إذا كان المحاضرون بتلك المصطلحات سياسيين جثموا على صدر البلاد لسنوات طويلة منذ الغزو الأمريكي للعراق وتشكيل منظومة حكم جديدة تتردد في خطابات الساسة وشعاراتهم كلمات الوطنية متغنين بها مدعين انتماءهم إليها أحزاب ومحاور واتلافات كلها ترفع شعر الوطن الواحد لكن السؤال الذي يطرحه الوطن الممزق ما هو مفهوم الوطنية بنسبة لهؤلاء الساسة وأين دلالات تطبيقه على أرض الواقع الجواب تظهره التبعية المحظة والصريحة لإيران من قبل حكومات ما بعد الغزو إذ لا يخفي قادة الأحزاب والتيارات والكتل تمجيدهم لثورة الخميني وصار الحديث عن الولي الفقه في العراق أكثر من الحديث عن حضارة العراق نفسه هذا من جهة ومن جهة أخرى كان ظهور البليشيات المسلحة أكبر ضربة للنسيج الوطني من خلال ممارساتها الطائفية العلنية ضد السكان الذين تعرضت مناطقهم لحرب مدمرة عام 2014 وحتى في التركيبة السياسية تهيمن أحزاب ذات لون طائفي معين على فصائل القرار والمؤسسات الرسمية بينما أحزاب الطوائف الأخرى مجرد هياكل كرتونية لا رأي لها ولا قرار إلا بما يتوفق مع التوجهات الإيرانية الطائفية ورغم حقيقة الواقع يستمر الساسة برفع شعارات الوطن والمواطنة الأمر الذي أدى إلى نشوء تنافر وتباعد بين تلك المصطلحات والشعب الذي يدرك زيف تطبيقها على مدى عقد ونصف وبالتالي سهو من نشوء مشروع وطني جامع في ظل استمرار المنظومة الحالية في حكم البلاد